بسم الله الرحمن الرحيم عندي طابعة كانون موديلها 3540 ان شاء الله سنتعلم كيف نوصلها على شبكة الواي فاي ونطبع عليها من خلال اللابتوب او من خلال الهاتف نبدأ مع اللابتوب اول شيء وطبعا اليوم سنستخدم طريقة طريقة WPS هذا المفتاح دائما نستخدمه نفترض انه مش موجود عندنا لو كان موجود نضغط عليه خمس ثواني ونضغط على مفتاح الويرلس خمس ثواني بحيث نسمح للطابعة ان تدخل على شبكة الويرلس بهذا الطريقة ولكن اليوم ان شاء الله نستخدم طريقة ثانية منفترض ان هذا المفتاح مش موجود عندنا لان كثير من الاخوة علقوا في التعليقات على فيديوهات سابقة انه هاي المفتاح غير موجود عندهم طبعا الخطوة الأولى نكون رابطين اللابتوب او الكمبيوتر اذا كان عندي كمبيوتر مع شبكة الويرلس اللي هي مثلا هون شبكة تي بي لينك اسمها عندنا الخطوة الثانية نكون معرفين الطابعة على الكمبيوتر اذا عند السيدي موجودة اذا مش عند السيدي بنزل درايفر من موقع الكنون والعملية سهلة وانا ممكن نعرفينها من خلال USB الخطوة البعدية ها نفس الدرايفر بنعيد تنزيله مرة ثانية على الكمبيوتر بنلاحظ بالشاشة الرئيسية في change connection method بالبداية او بنعمل start setup again بس ما في داعي change connection method تظهر عندي هذه الشاشة هي اريد الان على USB الان بحولها الويرلس خطوات سهلة بقولي شغلة طابعة اريد يشغاله الخطوة البعديها نضغط على هذه الزر بنفترض انه الجهاز ما عندي WPS قلنا فيه الراوتر بنستخدم طريقة اخرى انه طريقة USB برضو فقط بقول له next اذا اعطاني تحذير على الانتي فيروس او الويرلس بقول له ايش الاو الان next ننتظر عم لما ينزل الدرايفر باختار الان هذا الابتشن انه عن طريق USB بقول له next يبحث لي عن access point من خلال الكمبيوتر نفسه طبعا هذا الان الموصول عليها الجهاز ما اقول له okay yes الان لازم نفصل USB نفصل USB نفصل USB نقول له next موصول 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 تمت العملية بنجاح والله الحمد نلاحظ نلاحظ الان الطابعة هذة تعت ال USB انفصلت وصارت طابعة network active الناشطة نذهب 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 الان نذهب نذهب الرئيسية للويرلس فنلاحظ اهم خطوة انه ندخل الطابعة على شبكة الويرلس في اكثر من طريقة طريقة WPS المتوفرة عنده زي ما قلنا سهلة اوكي واذا غير متوفرة نتبع الطريقة اللي شرحناها في الفيديو طبعا اذا ضوء Wifi ثابت لونه ازرق اوكي بكون انه الطابعة رابطة مع شبكة الويرلس ننتقل الان للطباعة من خلال الهاتف العملية ان شاء الله بتكون سهلة الطابعة الان دخلناها على شبكة الويرلس من خلال الكمبيوتر ولازم هذا الخطوة وخاصة اذا ما عندنا مفتاح WPS اذا عندنا سهلة مندخلها بأي لحظة الخطوة الثانية منتقل الهاتف الهاتف اول شي متأكد انه نواصلين على نفس الشبكة تي بي لينك الان اوكي الخطوة الثانية منروح ل البليستور ومنزل هذا البرنامج الهو الكنون برنت منشغل هاي البرنامج ديون تسيرج فور افليل برنترز ممكن نقول له ياس مباشرة بعمل لنا سيرج على الطابعة اللي ممكن تكون متوفرة مفروض يحصل لنا هذه الطابعة لانه موجودة بنفس شبكة الواي فاي باخذ وقت شوية منوقف الفيديو حصل لنا الطابعة مش بحاجة لان محدد صورة الوكيشن ما بده فعله نو هذا الطبعة حصلها ام جي ثري فايف زيرو زيرو بعطيها الرقم اخر رقمين بسيرو زيرو طبعا مسهوري الان ممكن نطبع صورة نطبع اي حاجة او دوكيومنت او كذا او اوبشنز اخرى ملاحظ كلها امور سهلة هذه تقريبا ملخص الخطوات اذا حد عنده اي اضافة ما يبخل فيها علينا يخليها اسفل الفيديو نلقاكم ان شاء الله في مرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته